طبعاً أنا ضيفي الآن هو ممثل تونسي شاب له العديد من الأدوار أهمها دور الإمام علي بن أبي طالب الخليفة الرابع في المسلسل التاريخي عمر الذي أخرجه حاتم علي وأيضاً دور الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة في الفيلم التونسي 30 كما أدى دوراً هاماً في الفيلم The Black Gold الأمريكي الذي لقى شهرة كبيرة أنتونيو بنديرس ومجموعة أخرى من النجوم صباح الخير غانم صباح الخير أول شي غانم الزرلي أنا انطلب مني على الفان بيج من أكثر من شخص أنك تكون ضيف الحلقة تبعنا وصار في عالم يبعتولي صورك بمسلسل عمر وصار في ناس يبعتولي أدوارك أنا ما كنت عارفة أن الممثلين التوانسة أو المغرب العربي هل أدى نحن عندهم صدا هون هو الصداي كان بعد مسلسل عمر لأن قبل مسلسل عمر كان عندي بعض الانتاجات المحلية وكان شغلي الأكثر في المسرح لكن بعد مسلسل عمر صارت الناس تعرفني وصار عندي صدا شوية في طول العربي بزعل أحيانا أنا بقول لما بيكون في عمكم هذا الجهد الكبير بالمسرح أنا بعرف قدي متعب العمل في المسرح وخاصة للجيل الجديد بيكون في عنده دائما هيك أحلام وطموحات كبيرة تبدأ من المسرح وبالأخير كل الجهد اللي بتشتغله هون على هالخشبة اللي هي أهمة من التليفزيون يعني العالم بتجرب أنه تحطك بهذا الإطار تبع حالة التليفزيون هذا هو الريهان الصعب من المسرح لأنه المجهود يكون مضاعف في المسرح أحيانا تشتغل على عمل لمدة أشهر لحتى تقدم خمس عروض أو ست عروض هذا هو الوضع الموجود في غالب الدول العربية وحتى في تونس لأنه أليات التوزيع ما هيش متوفرة لأنه أليات التوزيع القديمة ما زلت متواصلة لليوم في وقت اللي أنا كما برشم الجيل المتاعي عنا طموحات أكبر بيسر ونحبه نقدمه عروض ونحبه ننجو أعمال رغم تأثير الوضع العام السياسي والاجتماعي اللي ساير والتقلبات اللي ساير في الدول العربية على أفكارنا وأحساسنا بالمسئولية في أي شيء ممكن نقدموه في المسرح فالوضع متاع المسرح في العالم العربي ما هوش في أفضل حالته أنا أعتقد للأسباب هيدا غالم إذا بنا نحكي شوي أنا وياك نركز شوي على المسرح التونسي إمكان كنا عم نحكي منه شوي كتعمل لك أنه الفنان عبد المنعم عماري اللي هو واحد من أهم رموز المسرح اليوم بسوريا كان يقل لي أنه جمهور المسرح التونسي مخيف لازم إذا نجح العرض أو إذا تقبل الجمهور التونسي العرض المسرحي فهو أكيد عمل ناجح خبرني هيك شوي عن حالة المسرح ليش هاي الثقافة كبيرة دائما المسرحية في تونس دونا عن البلدان الأخرى هو عبد المنعم عماري يحكي أعتقد أنه يحكي على أيام قرتاج المسرحية يعني عروضه كل قدمه في أيام قرتاج وأيام قرتاج فيه جمهور نخبوي نوعا ما في تونس لكن هذا ما يمنعش أنه من أواسط السبعينات كان هناك تجربة مهمة للمسرح في تونس متقدمة على بقية العالم العربي ولا حتى المسرح في إفريقيا أو إيسيا التجربة هذه كانت تجربة المسرح الجديد اللي منها الفاذل الجزيري اللي اشتغلت معها في المثلاثون التجربة هذه المتواصلة لليوم خلقت جمهور نخبوي لأن المسرح متاحه كان مسرح نخبوي للجميع وفي تونس صار عنا جمهور متاح مسرح يعني حتى في مسالك التوزيع وصارت الثقافة في تونس لما تروح على أي مسرح وسط البلاد حتى إذا كان غالبية الجمهور تكون ليس مثقفة يكون فما أقلية دايما حاضرة وتحب تناقش العرض وتشوف العرض هذا شيء اشتغلوا عليها الناس ذوما من سنوات واليوم قاعد يعطي في الثمار متاع وقاعد يخلق في جيل كامل للأسف أعتقد أنه مازال مغمور وأعتقد أنه المسرح التونسي وأعتقد أنه في مهرجان الشارقة فما عرضين توانسة عرضين توانسة لسنة هذه فيهم عرض قد يكون يحقق نقلة نوعية أو يعرف أكثر شباب ممثلين توانسة ما لقاوش فرصة قبل لأنه ربما النواقص متع التجربة متع المسرح الجديد أنها كانت تحتكر نوعاً ما الأضواء في تونس على حساب شباب برشة شباب كان عندهم تجارب مهمة لكن ما تسمعتش وما طلعتش براد تونس اليوم نتمنى أنه مع التموح الموجود في الجيل المتاعي أنها توصل لتجربة المسرحية للشباب للعالمية كما وصلت تجربة فضل الجعائبي مثلاً للعالمية خلينا نشوف أنا وياك مجموعة مقاطع من عدة أعمال غانا مزرلي ورح نرجع أنا وياك لنكفي الحوار شكراً للمشاهدة غانا مزرلي يمكن لازم إلك أنه في عندك محطتين كتير مهمين بحياتك اللي هي دور الحبيب بورقيبا وأيضاً دور علي بن أبي طالب لما ممثل خلينا نقول جديد شاب بده يطلع على دورين بهالأهمية وأيضاً كل واحد دور تاريخي يعني مغير ومحرك شعوب مسؤولية كتير كبيرة بس شو بتعمل لحتى تقدر تلطأ التفاصيل هالشخصيات هاي وحدة دينية تقريباً والتانية تاريخية هو القعدة الأولى في العمل امتاعي كممثل ولا الطريقة لأننا نعتمدها هي أنه تقرب الشخصية من الممثل أكثر من أنها تمشي في اتجاه التقليد أو مثلاً شخصية الحبيب بورقيبة هي شخصية قريبة في التاريخ وموجودة موجودة في الذاكرة اللي مش بعيدة كعطوينسا ولا امتاع العرب لكن الصورة اللي قدمت بها أنا شخصية في فيلم الثلاثون ما كانتش ما كانش فيها محاكات للشخصية الحقيقية كان فيها على أكثر اسقاط لأليات ولا لتفاصيل يومية حتى في الحركة من غانم الزريلي في خدمة الشخصية يعني وكأنها شخصية تصير شخصية ثالثة بين غانم الزريلي والحبيب بورقيب ما كانتش بالضبط هي بالنسبة للشخصية الإمام علي كرم اللهوجه أنا نعتقد اللي الشكل اللي تكتبت به الشخصية في مسلسل عمر كان فيها كثير من الحذر المفرد اللي خليها الجانب ولا شخصية مثل هذه مؤثرة وشخصية عظيمة في التاريخ العربي وتاريخ الإسلام وأنا مطلع كثير على تاريخ الشخصية هذه كان عندها وضعيات دراماتيكية في حياتها كان عندها تقلبات وكان عندها تناقضات هذا كله ما كانش ممكن أنه يتكتب في سياق شخصية كما تقدمت في مسلسل عمر على خاطر الحذر وعلى خاطر أول مرة هي تجاسد فيها شخصية الصحابي مثل الإمام علي إلى جانب أنه زاد هذا ما نقصش من قيمة السيناريو للمجموعة كبيرة من الشخصيات اللي كل واحد فيها يستحق مسلسل واحد بالفعل باختصار غانم شخصية روحية هلأت قد تريد تعمل بينك وبين هاصلة روحية خاصة بينك وبين بين عالم والشخصي لهذا المتخيل خلينا نقول هو الأكيد أنه شخصية متخيلة مية في المية لأنه هل كانت قريبة من خيالك الشخصي بما أنك أنت كنت آري عنه هو مرتبط المسألة بانتباع انتباع يكون عند الممثل لما يدرس الشخصية هكذا الانتباع هذا يتطور لأحساس والأحساس هو اللي يخلق التفاعل بين الممثل والشخصية اللي مش تتصور من بعد يعني هي مسألة ذاتية على اللقاء يعني كان أي ممثل آخر ما نظنش كان يؤديها بنفس شكل غانا مزرلي شكرا لوجودك معنا أنا مبسوطة اليوم أنه في عنا ممثل تونسي وبيقول لك العام وانت بخير بما أنه هلأ نحن بسنة جديدة إن شاء الله عام مبروك على الدول العربية الكل وخاصة دول اللي تعاني فترة هذه من الحروب وحاجات نتمنى أنها تمر بسلام حتى نرجع السوريا كما كانت وتونس كما كانت ومصر من شاء الله أحسن من لي يا رب يصير أحسن شكرا لوجودك معنا غانا